في إنشاء الراديوس نضغط على Start Administrative Tools Server Manager نختار Rules ثم Add Rules لتثبيت Certificate Services ودية CB و Network Policy and Access Services نختار Certificate Services ودية CB و Network Policy and Access Services ثم نضغط Next ثم نضغط Next ثم نضغط Next الآن يقوم بتثبيت Certificate Services الآن يقوم بتثبيت Certificate Services ثم نضغط Next الآن يقوم بترك الإعدادات الإفتراضية ثم نضغط Install الآن يقوم بتثبيت الآن يقوم بتثبيت ننتظر لحين الانتهاء من التثبيت الآن يقوم بتثبيت الان تم الانتهاء نضغط Close ثم نذهب الى Active Directory Domain Server ثم نضغط على اسم الـ Domain ثم نذهب الى Users ونقوم بإنشاء جروب جديد خاص بالـ Radius Click Write New Group نكتب اسم الـ Group نختار نوع على سكوب Universal نضغط OK الآن نقوم بإنشاء User Click Write New User نقوم بكتابة اسم الـ User FirstName G4 LastName Radius ثم نقوم بكتابة الإسم المستخدم G4 Radius Next ثم نقوم بكتابة كلمة المرور ثم نضغط Next نقوم بكتابة كلمة المرور ثم نضغط Next Finish الآن تم إنشاء الـ User ونظيم الـ User الخاص بالـ Radius member of نكتب اسم الـ Group Group جروب 4 Radius الآن تم إضافة الـ Group نضغط على الـ Computer ثم نضغط ثم نضيف الـ Computer للـ Group أيضاً member of ويقوم بإضافة الـ PC و الـ User لنفس الـ Group الآن نذهب على Administrative Tools Network Policy Server لإنشاء راديوس نضغط على راديوس Clients & Servers ثم نختار راديوس Server for 802.1x Wireless ثم نختار Configure ثم نختار Secure Wireless Connections لأن الإعدادات التي نستخدمها باستخدام الـ Radius موجودة على الـ Router باستخدام الـ Router نقوم بإضافة Radius Client جديد نقوم بإضافة اسمه نقوم بكتابة اسمه الـ Radius Proof for ثم نكتب الـ IP الخاص بالـ Router نقوم بكتابة الشارد Secrets ثم نضغط على OK نضغط على Next نختار الـ Certificate الذي نريده Microsoft Protected EAP PEAP نقوم بإضافة الـ Radius Client للـ Group الذي انشانه الخاص بالـ Radius Group for Radius أوكي Next Next Finish نذهب الآن إلى Administrative Tools Group Policy Management ثم نختار Forest Group for Domains Group for Default Domain Policy Click Write Edit نختار Computer Configuration Policies ثم Windows Settings Security Settings ثم نختار Wireless Network IEEE 800.11 Policies نضيف Policies جديد خاص بالWindows ليس لدينا Windows 7 ولكن لدينا Windows Vista بسبب أن Windows Server 2008 وانشي قبل Windows 7 فأقرب إعدادات خاصة بWindows 7 هو Windows Vista نقوم باختيار Windows Vista ثم نختار Add Infrastructure نقوم بكتابة Network Name SID مثلاً Group 4 ثم نضغط Add نضغط على OK الآن تم إنشاء نضغط على Edit وقتراً ـ نضغط في夜 تفعيل التسجيل على هذه الشبكة. اوكي. الان ندخل على public key policies. ندخل على services client auto enrollment. نقوم بتفعيل ثم نختار renew and update. لكي يقوم بتجديد الشهادة كل ما انتهت ويقوم بتحديثه. نضغط على اوكي. ثم نذهب الى automatic certificate request settings. لكي يقوم الكمبيوتر بطلب الشهادة آليا. نختار new automatic certificate request next. ثم نختار computer next finish. الآن تم إنشاء شهادة خاصة بكمبيوتر يطلبها آليا. نقوم بإعداد reduce على ال router. ندخل على internet to the router. ثم نكتب ال ip الخاص بالروتر. الآن يتم فتح صفحة العددات. نقوم بكتابة user name password. ندخول الى اعدادة الروتر. نقوم الآن بكتابة rest name الخاص بالروتر. وال domain name. اسم المجال الذي انشاءناه على السيرفر. نقوم بحفظ الى اعدادات. الآن ندخل على wireless. ونقوم بتكتيار مانوم. ثم نغير ال assist id الخاص بشبكة ال wireless. ثم ندخل الى wireless security ونختار نوع التشفير. ونقوم بكتابة ال ip الخاص بالسيرفر. ونكتب shared key. نقوم الآن بحفظ الى اعدادات. الآن تم انشاء هذه الشبكة مع هذا التشفير. نقوم بعدها باتصال من ال pc لهذه الشبكة. نقوم بالدخول باليوزر الذي انشاءناه. على ال group الخاص بالرديوس. ثم نقوم بالاتصال. بالشبكة اللاسلكية التي انشاءناه على الراوتر الخاص بالرديوس. نقوم بكتابة security key. ندخل على اوكي. الآن يقوم ال pc بالاتصال بالشبكة اللاسلكية الخاصة بالرديوس. تم الان اتصال بنجاح. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر